السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم اختبار لمادة الدراسات للصف السابع الفصل الدراسي الأول عندنا في البداية السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مفرد من المفردات الآتية الدولة اليمنية القديمة التي اتخذت مدينة قرناو عاصمة لها عندنا ما هي الدولة؟ دولة معين العصر الذي بدأ فيه الإنسان استخدام النقود بدلا من نظام المقايضة هو العصر الحديدي أحد المعادلات الآتية يستخدم كمؤشر لقياس المستوى الصحي للمجتمع طبعا عندنا هنا معدل وفيات الأطفال والرضع الهرب السكان الصحيح الذي يمثل المجتمع الفتي عندنا الذي يمثل المجتمع الفتي عندنا رقم الحرف الألف أو أول إجابة الآن ننتقل إلى هنا السبب الرئيسي للحوادث المرور في سلطنة عمان في 2009 هي سرعة جميع ما يلي من الممتلكات العامة عدا ماذا؟ المجمعات التجارية السلوك الصحيح لسائق السيارة من بين البدائل المعطاء طبعا سلوك الصحيح هو التوقف عند الحاجة لاستخدام هاتف النقال الصورة التي تميز بأنها الأكثر كثافة سكانية من بين الصور عندنا هي هذه لأننا ننتقل إلى هذا السؤال عندنا هنا أكتب أسفل الصورة من الصور التالية المهنة التي يمارسها الإنسان في عمان منذ القدم عندنا أول صورة هنا اللي هي استخراج اللبان وهنا صهر النحاس يشير الرقم واحد في الخريطة إلى أحد الحضارات القديمة وهي حضارة ماذا؟ ميلوخة أعطي دليل واحد على ازدهار الزراعة في دولة سبا طبعا هنا هنا قام قام السبا يوم بمشاريع الري وبن السدود التي كان لها أهمها ماذا؟ سد مأرب الآن ننتقل إلى تابع السؤال الثاني يعلّل اهتمام السلطنة بإقامة المشاريع التنموية والاقتصادية والصحية في مختلف المحافظات طبعا هنا للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة عندنا الآثار الموضحة هنا هي آثار ماذا؟ بات أما هنا اللي هي الأختام الدلمونية الآن ننتقل إلى هنا طبعا في هذه الصفحة أولا ما هي أكبر محافظات سلطنة أمام مساحة هي الظفار أحسب الكثافة السكانية للمحافظة طبعا هنا نحسب أول شيء عائد السكان نكتب عدد السكان تقسيم المساحة الكلية للمنطقة ونطلعها كم تساوي كم نسمة الآن ننتقل في السؤال اللي بعده هنا عرف ما يلي عرف أمد الحياة لهي عائد السنوات التي يعيشها الفرد الواحد سوء التغذية هي ابتقال الغذاء للعناصر الغذائية المطلوبة في الجسم عندنا هنا العوامل الطبيعية مثل ماذا؟ مثل المناخ وأيضا عندنا هنا العوامل البشرية العوامل الطبيعية هي المناخ والتضاريس نكتب هنا التضاريس أما العوامل البشرية هي الأنشطة الاقتصادية والهجرة ووسائل النقل الآن ننتقل إلى هنا في السؤال الرابع اختر من بين القوسين المفهوم المناسب لكل عبارة يعمل سالم موظفا في إحدى الشركات الخاصة براتب شهري قدره 500 ريال عماني طبعا هذا يسمى ماذا؟ يسمى الدخل دفع سالم فواتير الماء والكهرباء يسمى الاستهلاك تبقى لدى سالم مبلغ 100 ريال عماني وسوف يستخدمها في الانفاق على الأسرة عند الضرورة طبعا هذا يسمى الادخار وفر سالم مبلغا من المال وفتح محلا للبيع الخضار والفواكه هذا يسمى استثمار فسرها مية تناول الطالب وجبة الإفطار طبعا وجبة الإفطار هي للنمو السليم للجسمه ويساعده في تحصيله الدراسي نوع التركيز السكاني في هذه المنطقة أذكر السيب الرئيسي وراء تركيز السكان في شرق الدولة المشارع لها بالرقم الثنين طبعا هنا يكون فيها تركيز السكان كبير بسبب توافر المناطق الصناعية عندنا هنا أدرس الصورتين لاتيتين الرقم الذي يشير إلى الصورة التي تؤدي إلى تلوث البيع طبعا هنا رقم الثنين يقترح حلا للمعالجة السلوك الخاطف الصورة طبعا وضع القمامة في المكان الخاص في السيارة ثم التوقف ورميها في مكانها المخصص وهنا انتهينا من الاختبار أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السابع لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم